تأتي مشاركة كلية الإنسانيات والعلوم من ضمن الأقسام التابعة للكلي وهو قسم علم الاجتماع والخدم الاجتماعي وقسم علم النفس وقسم الدراسات العامة في المؤتمر العلمي الطلابي السادس عشر وحقيقة أن شرعة الجامعة في كل سنة لإجراء هذا المؤتمر الطلابي وذلك لإظهار الإبداعات والأبحاث العلمية للطلبة التي هي حقيقة تبرز سياسة ورؤية الجامعة في التقدم في البحث العلمي على جميع الأصعد سواء على مستوى أعضاء التدريس أو على مستوى الطلبة نحن الآن في إطار المؤتمر السنوي لكلية القانون وإيضا للجامعة بشكل عام في نطاق نشاطات الجامعة في مقال تطوير البحث العلمي وطبعا الأقامعة دائما تضع هذه المسائل في أولى اهتماماتها وتنشط الحركة العلمية من خلال مشاركة الطلاب في الأبحاث في مختلف التخصصات الكليات كلها تشارك في إطار هذا المؤتمر وكلية القانون أيضا كان لها مشاركة فاعلة في هذا العام حيث تنوعت البحوث في مختلف التخصصات لدينا طبعا أبحاث في نطاق القانون القنائي في موضوعات حديثة وقديدة في نطاق الذكاء الصناعي في نطاق القراءة الملكترونية ولدينا أيضا أبحاث أخرى في نطاق الحوالي الشخصية وأيضا في نطاق القانون المدني نعم مشاهدين كرام أرحبوا معي بالدكتور محمد حسن صلاحات أستاذ مساعد في كلية الهندسة والتكنولوجيا تخصص تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة أهلا وسهلا فيك دكتور في السيديو الفجيرة أهلا وسهلا بكم جميعا وأنا مصرور جدا بوجودي معكم هذا اليوم بجراء هذا اللقاء استعراض المؤتمر طلابي العلمي السادس عشر شكرا وللحديث أيضا عن هذا المؤتمر العلمي الطلابي السادس عشر اللي نظمته الجامعة طبعا فياريت نتحدث شوي عن هذا الجانب الحقيقة هذا المؤتمر هو مؤتمر السنوي ودأبت الجامعة على تنظيم هذا المؤتمر سنويا في نهاية العام ويعتبر هو أحد النشاطات لأن هناك نشاطات كثيرة تنظمها الجامعة وهذه اللقاءات سنويا هذا المؤتمر طبعا مستمر إن شاء الله وكل سنة في زيادة بأعداد الفرق المشاركة لعرض البحوث والإنتاج الطلابي التطبيكي في نهاية كل عام وفرصة للطلاب طبعا لتبادل الخبرات والتطبيكات وفرصة للأسادس والمشرفين والإداريين للتعرف على نتاج البحث العلمي التطبيكي نعم طيب دكتور نجعنا نتحدث عن الهدف المراد من تنظيم هذه الملتقيات حقيقة نعم طبعا هناك هدف كثيرة حقيقة لهذا التنظيم يعني إحنا هدف الجامعة ليس فقط هو إلقاء العلم وإعطاء الطلاب المعرفة وإنما إحنا الهدف أن يكون في عنا طالب يتخرج في النهاية بمحتوى أكاديمي علمي تطبيكي يؤهلوا أنه ينطلق إلى سوك العمل بخبراته التطبيكية فمن هذا المنطلق وهذا الهدف الأساسي هذا المؤتمر جاء لينظم سنويا حتى يكون فرصة حقيقية فعلا لكافة الطلبة أن يتبادلوا هذه الخبرات وعندما ينطلق إلى سوك العمل يقول أنا قادر على أني أنا عملت بحيث أنا عملت تطبيك مشروعي تطبيكي وطبقته في كل المواد لأن هذه المشاريع هي مشاريع تخرج ومشاريع مساكات كذلك وأفكار تأتي على الطلبة فجأة وأقول أنا أريد أن أعمل فيها تقرير أريد أن أعمل بحث أريد أن أعمل أي شيء وأشارك فيه نحن نشجح على الشيء حتى نمي القدرة عندي الطالب في الأخير أن يكون إنسان باحث مفكر وناجح في سوك العمل إن شاء الله نعم طيب دكتور محمد سنذهب معك إلى شعار هذا المؤتمر والذي يأتي تحت عنوان تحطيم الحواجز باستكشاف البحث الابتكاري نعم ما سبب اختياركم لهذا؟ صحيح زي ما تعرف في دولة الإمارات حفظها الله إنه شهر فبراير دائما خصص كشهر الابتكار ودابت الجامعة على حالة حالة الدوائر الأخرى في الدولة والمدارس والجامعات تنظيم مسابقات الابتكار الكثيرة من أسبوع الابتكار اللي نظم وفي هناك مسابقة الهكة نعم مستوى الإمارات حكة الإمارات مكرها جامعة الفجيرة ويعتبر من أكبر الحكاتونات الموجودة في الدولة ونظمنا كذلك اللي هي نشطات أخرى بأسبوع الابتكار زي تمكين المرأة من البحوث وغيرها فكثير من الطلاب الجامعة والمدارس والآخرين شاركوا في هذه المسابقات وكنوع من الاستمرارية وتشجيع الابتكار تمام تم اعتماد هذا الاسم على أن الطلاب اللي يشاركوا بهذه البشاريع إلى آخره ياريت نشوفهم عنا هنا في مشاريع تطبيقية في نهاية العام حلة نحافظ على هذا الزخم الابتكاري لأن هناك فرق بين البحث التقليدي والبحث الابتكاري صحيح كل واحد أنه ممكن يعمل أي بحث عادي لكن أنه مبتكر يقدر يفكر ويعمل برينستورمينغ ويطلع لنا أفكار ابتكارية طبعا هذه شفناها بالحكتهم بالمشاركة الفعالة كانت موجودة هذا العام فكان هذا سبب رئيسي أنه يخلي الطلاب ينطلقوا ويستمروا في الابتكار لمستقبلهم ومستقبل الجامعة ومستقبل بلدهم إلى آخره يكونوا منتجيين ونافعين شاء الله نعم طيب دكتور ماذا عن الآلية المتبعة لكم أو تتبعونها لاختيار الطلبة المشاركين في هذا المؤتمر نعم السنة هذه تم الاتفاق على أنه في ثلاث فئات ستكون مشاركة أولا طلبة المشاريع التخرج وعند أعداد ما شاء الله كانت موجودة زائد المساقات التي تدرس نحن كل مساق يدرس يكون فيه هناك مشروع تطبيقه له ليس فقط تدريس وامتحانات وشغلات لا لازم الطالب يعمل مشروع في نهاية كل المساق في كافة الكليات فمشاريع المساقات زائد هناك طلاب شاركوا بمسابقات الأخرى زي ما ذكرت بالهاكتون وغيرها وحابين يقدموا مشاريع فهذه فئة ثالثة فلذلك تم اختيار من هذه الثلاث فئات مشاريع التخرج ومشاريع المساقات زائد أي طالب عنده فكرة بيحب يقدمها كمشروع يشارك فيها ونال أهل وسارة فضل قدم نعم طيب تم توزيع المشاريع للطالبات يوم الأربعة وعرض المشاريع للطلاب يوم الأثنين نعم أمام لجان التحكيم الخاصة بكل كلية يوم نتحدث عن العناصر دكتور والنقاط المهمة اللي ركزت عليها اللجنة في تقييمها لهذه المشاريع صحيح طبعا هذا المؤتمر زي ما بتعرف هو منظم تحت إدارة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي فبدعم من مدير الجامعة ونوابه الموقرين إلى آخره فتم الاتفاق من خلال اللجان المنظمة هذه بالإشراف الإداري هذا على اعتماد آلية للتحكيم وكانت هذه الآلية أنه إحنا بدنا هذا الطالب اللي يعرض لنا هذا البوستر قدام لجنة التحكيم لجان التحكيم اخترت من الكليات كل من حسب اختصاصه مثلا من الهندسة طب الأسنان القانون الإدارة الإنسانيات وهكذا لجان التحكيم وأعطيه كريتيريا معينة يمشوا عليها اللي هي أولا أن الطالب العرض لبرزنتيشن اللي بيقدمه أمام لجنة التحكيم مدى كدرته على تقديم هذا العرض إحنا بدنا نفتحصه أنه هنا الطالب بده يتخرج يروح لسوق العمل يتفاعل مع الناس فهل قادر أنه على أنه يتكلم ويعمل برزنتيشن جيد وخصصت نسبة عالية لهذا الشيء 30% تقريبا بعدين بده يجاوب على الأسئلة اللي وارد من لجنة التحكيم خصصناها 20% بعدين كيف يعمل هذا البحث المنهجي تبعه يعني 20% لازم عنده منهجية وفي نهاية العرض هل هو قادم يعمل شو أنا سويت شو استفدت من البحث والمراجع اللي اعتمدت عليها لازم يعرضها برضه هذه كانت الخمس عناصر لبناء عليها وكان هناك نموذج على الجوجل فورم للتقييم تعبى في النتائج منشان لجنة المؤتمر تستخرج النتائج طيب قلنا نتكلم أيضا عن الفائزين في هذا المؤتمر وعن أهم ما يميز هذه المشاريع عن غيرها نعم زي بك قلت أنه هذه المشاريع تتميز بأنها مشاريع تطبيقية يعني ليس فقط مشاريع أنه أنا بدي أروح أجيب أفكار من النت والأخير وأحط كمشروع أقول أنه هذا مشروع لا إنما مشاريع تطبيقية بحثية تطبيقية قادرة على تطبيق ما درسه الطالب نظريا في هذه المساقات وإخراجه على نمو التطبيق ويساعده في النهاية بعد التخرج لدخول السوق العمل بشكل جيد نعم طيب ياريت وتحدثنا أيضا عن مشاركة الطلاب بكلية أو جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة وفوزهم أيضا بالعديد من المسابقات الأخرى على مستوى الدولة وعلى حتى مستوى دول مجلس التعاون الخليف صحيح إحنا سنويا نشارك في المؤتمرات اللي بتنظمها الجامعات المحلية آخر مشاركة إنه كانت في شهر إبريل هذا في جامعة زايد في دبي والحمد لله هناك فريقين من كلية الهندسة والتكنولوجيا فازوا على مستوى انترناشنال ما أقدر أقول على مستوى محلي وخليجي وإنما على مستوى انترناشنال المشاركين كانوا من آسيا ومن دول عربية الأخرى ومن الخليج فرق كثيرة جدا شاركنا بأكثر من عشر مشاريع كانت وكان حليفنا الحظ في مشروعين وسنويا نشارك كثير في عينا مشاركة قادمة في جامعة أبوظبي وفي الكليات التقنية والجامعة كذلك إن شاء الله هي حتنظم بالقريب العاجل بالسنوات القادمة وممكن العام القادم البعد والآخر مؤتمرات بهذا الشكل تيجي الجامعات الأخرى عندنا وتشارك في جامعة العومة التقنية بإذن الله بنا ذكرت قبل قليل الدكتور بأن أهم ما يميز هذه المشاريع بأنها تطبيقية نعم طيب كيف يمكن استفادة من هذه المشاريع التطبيقية نعم الاستفادة أولا الطلاب عندما يعرضوا هذه المشاريع وتغطى إعلاميا بواسطة قناتكم المكرى والآخرين اللي زارونا والطلاب يستفيد الطالب أولا كطالب عندما تتخرجوا أنه هي تكون هذا المشروع هو السيفي الصحيحة إلو اللي يعرضها لجهات العمل حتى تقبلوا لأنه يجي خرجين كثيرين يعني حاملين شهادات شهادات جامعية بلا محتوى ناقلين نقول بس لكن إذا كان هناك محتوى تطبيق يقول أنا درست هذا المساك شو درست بهذا المساك أنا درست هذا المساك عملت فيه مشروعي كذا بفهم فيه كذا كذا جربوني شوفوا أنا مهارتي التطبيقية إلى غري مشروع تخرجي والله عملت في الذكاء الصناعي عملت في الأمن السبراني عملت في الأشياء هذه وكيد جربوني فأنا عندي خبرة جاهز للعمل هذه الاستفادة الحقيقية فعلا يعطيك العافية دكتور سعيد جدا بتواجدك أكيد ما قصر وشكرا لتلبيتك الدعوة وتواجدك معي في استوديو الفجيرة الدكتور محمد حسن صلاحات استهل المساعد في كلية الهندسة والتكنولوجيا تخصص تكنولوجيا للمعلومات في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة شكرا جزيلا لك دكتور أنا سعيد أيضا بلقائكم وشكرا لستوديو الفجيرة على هذا اللقاء والترحيب واهتمامها دائما بتغطية كافة النشاطات التي تكون فيها جامعة العلوم التقنية حقيقة في كافة المؤتمرات في كافة المشاطات التي مننظمها دائما تلفزيون الفجيرة متواجد يغطي هذه الأحداث وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والاستمرار على هذا النهج شكرا على حسن الاستبار شكرا 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 دكتور نعم مشاهدين الكرام صلنا معكم لنهاية هذا هذه الحلقة على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل وتصبحون على خير شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة